لنرى الآن ماذا يظهر من حساب الطالبة نقوم بالدخول على هذا العنوان أفتح متصفح آخر مثلا نلاحظ بأن الرابط أدخلني على فصلي وفيها أسماء الطالبات التي سجلتها أعود مرة أخرى وأنسخ الرقم السري أو عفونا الكلمة السرية مثلا الطالب ريم أختار أنا الآن طالب ريم أقوم بإدخال الكلمة السرية هل لدي شريك أم ليس لدي شريك طبعا هذا اختياري ثم تسجيل الدخول هنا الآن طلب مني اختيار عمري مثلا عمري 13 ثم الاستمرار وهذا هو ما سيظهر للطالبة طبعا هنا بعض التعليمات المهمة وهي نفس المراحل أو أرقام المراحل بالأعلى معاني ألوانها مثلا الآن لم أبدأ اللعبة بعد فيظهر باللون الرمادي عند البدء أو عند أثناء اللعب يظهر بهذا اللون إذا أكملت المرحلة ولكن بعدد بلوكات أكثر من المطلوب يظهر بهذا اللون إذا أتممت المطلوب على أكمل وجه يظهر بهذا اللون وهكذا فتبدأ الطالبة بجرب الآن وتبدأ باللعب في ورش العمل لابد أن أبين للطالبات أن هناك مهمات لابد للطالبة أن تقرأ المهمة وتتمها فمثلا نتم المرحلة الأولى الإستمرار وهكذا نلاحظ هنا تغير لون المرحلة من حسابي أنا كمعلمة كيف يمكن أن أتابع هذه الطالبة؟ نعود إلى حسابي كمعلمة أعود إلى صفحة الرئيسية بالأعلى هذا الصف أو الستيكشن الذي أضفته هنا بالضغط على هذا السهم ثم View Progress يريني مدى تقدم طالباتي أقوم بالضغط على هذا المكبر ألاحظ أن الطالبة ريم قد أتمت المرحلة الأولى بنجاح ترجمة نانسي قنقر